ماريان اللي حاجة بقى اللي عايزة اسألها ودائما بتشغلني لما يجي فرق مثلا ولاد يكسبوا بطولات على التوالي ويكسبوا بطولات كتيرة يقول لك ايه الجملة الشهيرة حصل لهم حال التشبع وانتوا يعني انا اسف اللي انا اقول لك كده وانتوا ما بيصلكمش حالة التشبع دي بتحصل بتحصل بتتخطوها ازاي بقى عشان تكسبوا بطولات تاني احنا احنا مش عندنا اا يعني استمرارية في النوادي يعني احنا احنا اه وادي دجلة مستمر بقى له اكتر من 15 سنة بس اا الوادي التانية وعندناش استمرارية فكل موسم بتلاقي فرقتين اا طلعين فرقتين نزلوا فرقتين جداد اتعملوا اا فبيبقى في زي حالة سسبنس اا الفرقة دي بتاع مدرب جديد ظهر بتلعب بطريقة مختلفة فدايما ما بتبقاش عارف الدورة يراح فين صح تقول الترعب والفرقة اللي طلعها جديدة فانت مش عارفة مثلا يعني مثلا في الكرة في مصر يعني كرة القدم الرجال يعني معروف اهلي وزمالك هينفسه بعضا ممكن فرقة تخش تخشي الفلوس بس معروف اهلي وزمالك لكن انت كوالد دجلة كل سنة بيتغير لك منافسين خصوصا ان يعني مفيش اعلام كتير متسلط على الدوري والكاس فانت ما بتتبعش لعيبة يعني ما تعرفش عنهم ما بتشوف لهمش حاجات كتير فبقى بالنسبة لك طبعا انت يعني ساسبنس بتبقى اه بتبقى مش شايف حاجة مثلا المباراة انت مش عارفة مين الخصم اللي بتلعبية يعني مش عارفة مهاراتهم فانت بتذاكر فرقتك وبازاي وبتذاكر الجديد في الكرة وبتعمل كل حاجة بس انت مش عارف الفرقة التانية فيها ايه صح دي الصعوبة اللي عندك كبيرة انا متخيلة دي اصعب الصعوبات ان انت بتلعب مع فريق يتقال كلمة مجهول ما انت فعلا مش عارف تفاصيله ممكن فيه مباراة مش مزاقة او مش عارف ما مش مش مصورة فانت مش عارف انت هتلاعي مين والعناص اللي فيه كواية كواية عاملة ازاي اه في الكرة انت هتحط طريقة لعب على المنافس دي بقى انت بتنزل وانت ونصيبك يعني ممكن يطلع قوة ويطلع ضعيف